بيبقى ليها موقف يعني يلهمنا بيها مرة عالي فترة كده قاعد مع واحد وبنتكلم يعني في كان مع مستند وينقصوا عبارة أستاذ رسمي فهو الراجل شايف كده من وجهة نظره إنه نستطيع أن نضيف على هذا المستند العبارة دي عادي نسيوها فأنا توقفت يا إيه يا سيدي دليلت بتعمله ده تزوير في أوراق رسمية اللي معاك لي أوراق رسمية ده تزوير الراجل قال لي عادي يعني ما ببيان ده صحيح وأنا بضيفه لأن الموظف نسي يضيفه توقفت عند الوقع دي ووقع تاني كمان حصلت من فترة وعملين عنها تقريب النهاردة إن الناس بتتعامل مع الوراق الرسمي على إنه ورع عادي معني دي جريمة كبيرة جدا في القانون اسمها التزوير في الأوراق الرسمية وعقوبتها دي جناية عقوبتها السجن معاهم حضرتكم عشان نتكلم النهاردة عن التزوير في الأوراق الرسمية الأستاذ الدكتور أشرف رمضان عبد حميد أستاذ القانوني الجناية بجامعة حلوان والمحامي بالنهاردة أهلا بك يا دكتور أهلا بك شرفتني ونورتني شرف لي يا دكتور دكتور ببساطة يعني إيه جريمة التزوير في أوراق الرسمية التزوير بصفة عامة يا دكتور الكذب الكذب التغيير الحقيقي يعني إيه كذب كذب بمنطها البساطة التزوير يعني كذب أي كذب في ورقة أو في محرر يعد تزوير إمتى بقى هل كل الكذب يعد تزوير والتزوير لو في ورقة في كل الورقة يبقى لي عقوبة واحدة هو ده الفرق بين التزوير في المحرر الرسمي والمحرر العرفي إمتى الورقة اللي زي ما حضرتكم الوقت بتضرب مثلا بتقول الراجل بقول الموظف نيسي يكتب عبارة آه كان نيسي يكتبها فوعش دفة إمتى الورقة تبقى رسمية وإمتى الورقة تبقى عرفية لا خلينا أنا بكلمك دلوقتي عن الرسمية الرسمية العرفية تعرف لي التزوير بشكل عام التزوير بشكل عام هو تغيير الحقيقة تغيير الحقيقة في محرر لما أعد من أجله البيان في تغيير في بيان أعدى المحرر لإثباته وهو ده الفرق اللي هيخلينا يعني هتعرف دلوقتي أنه ممكن أخذ في التزوير براءة لو البيان اللي أنا لعبت فيه مش بيان جوهاري لا ما إحنا كده مش هنشجع الناس بقى تزور كده نشجع الناس تزور التزوير التزوير على الرغم أنها جريمة بالنسبة لنا إحنا كمحامين صعبة على فكرة جريمة التزوير خاصة لما النيابة العامة بتحققها بتبقى صعبة على المحامين وسهلة على القاضي بالرغم كده إنما أركانها لما تيجي في النمط بتاعها النموذج القرون بتاعها نموذج عشان يتحقق صعب يعني أقدر أقول للمواطن دلوقتي أن التزوير هو الكذب في الأوراق أي حاجة المخالفة تغيير الحقيقة أي تغيير الحقيقة بس مش كل تغيير الحقيقة يعد التزوير طب إيه الورقة الرسمية والورقة العرفية عشان برضو المواطن يبقى عارفة الورقة الرسمية كل ما يتدخل فيه الموظف العمومي الورقة طالما تدخل فيها الموظف العمومي عدة رسمية قد تبدأ الورقة خب بالك يا دكتور أيمن أعلم الورقة قد تبدأ في الأول عرفية إن أنا أكتب ورقة أقدم لحضرتك طلب طول ما الورقة تبدأ معايا أكتب فيها ما يعني لي اكتب فيها اللي إنت عايزه توم يتدخل الموظف العمومي يحط إيده فيها أصبحت الرسمية اللي هو بقى ختم النسر بقى زينا بيقول ما يعتمد لإني هنا حضرتك مش كل التزوير تزوير فيه تزوير اسمه التزوير المفضوح اللي هو واحد مثلا يضيف كده على شهات الميلاد وبمجرد إما أنا آه بمجرد إما أنا طالحها لا ده فيه تزوير ده التزوير ده ياخد برقة مفضوح يا يعني لو هو واحد جه بس ده بيسموه كانت زمان بيعلمه لنا كان الدكتور يوسري عنوار يقول عليه تزوير العبيد العبيد آه اسمه التزوير المفضوح محكمة أنا بسميه التزوير مفضوح طب فيه حاجة كمان طب دي ني نيسال التزوير المفضوح تزوير مفضوح ورقة حضرتك أنا جبتها وروحت جايب كده عملت فيها قشت وجيت قدمتها الموظف والموظف قبلها رغم وجود القشت اللي فيها بدون اعتماد لو تلاحظ حضرتك احنا إنما بناخد الورق ده المفروض يتحبس على غباءه يتحبس على غباءه على غباءه يعني أنا لم أطلع أنا دلوقتي تزوير أو ختم النسر اللي محطوط واضح جدا إنه هو مزور واضح للعين المجردة كده أو مسحوب على سكانر وسكانر بلدي كمان مش من اللي هو دي قضايا تاخد براءة تاخد براءة مع إن اللي عملها انعقدت لديه النية لتزوير أو هنا بقى اسمه تزوير مفضوح